ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أنا مرحباً كاملان كاملون وأنا نقربكم للواقع بهذا الشارط هذا السؤال الذي يتبادر الأدهان بعد ما نقرأ العنوان الدراسة التركية هو علاج تركيا كوجهة ومشي دول أخرى الجواب لهذا السؤال ربما نقدر نلخصف ربعه دي الإجابة الجواب الأول أنه كما قلت لكم تركيا بلد متميز في الدراسة الدراسة في المجال العلمي كعموما حيث أنه في الجامعات التركية كتلقى يعني أحدث وسائل تكنولوجية يعني جو جد مناسب للدراسة وكوفروا للطالب تكوين جد متميز في جميع المجالات الجواب الثاني هو أنه تركيا المستوى المعيشي ديلها هو مستوى يعني في المتناول حيث أن تركيا هي ليست يعني مشي غالية بزاف كي نقوله بالدريسة أنها مشي مشي مقالنة بأوروبا مقالنة بالمغرب ربما المستوى المعيشي هو قريب جدا للعيش في المغرب وهذا كوفر يعني كيعون الطالب كيخليك طالبة يعني من جميع اههههههههههههههههههه فهم تركيا كانت لنضعة صراحة تركيا بلد إسلامي فيها واحد اثقافة جميلة جدا حيث أن المجتمع التوركي لا يشوفك بالنظرات العنصرية لا يشوفك أنه كأجنابي أو لا يشوفك أنه لا يمكن أن تذكر العنصرية الدينية بالخصص أنه يمكن أن تزاول الطقص الدينية بكل حرية يشوفك كأخلهم كمسلمين يعني بطبيعة الحالة هم أيضا في التوركية 97.5% من الشعب أنه مسلم هذا صراحة جيد جيد ورابعا وأخيرا أنه الهديا نقتل بالنسبة لي مهمة أن توركية مجال خصبة في جميع المجالات يعني توركية بلد خصبة في جميع المجالات حيث أنه يعني من جانب العلمي حيث أنه تجد مؤتمرات علمية محضارات تجد علماء يعني كثير من العلماء مثلا في أسبوع واحد تجد كثير من العلماء أن يقوموا بمحضارات وهذا يجعلك أنك كطالب تستفد من واحدة تكوين يعني تكون في شخصية كبزاف تكون في المدارك ديلك كالطور المدارك ديلك وحاجة أخرى أنه حتى في الجانب الاقتصادي توركيا بلد ديال كوميرس بمتياز حيث أنه كيكونوا دفواغ كيكونوا معارض كيكونوا بيع شراء كثير يعني وأرض خصبة خصبة يعني اقتصاديا حيث أنه حتى أنك كطالب تستفد من تصمار ديلك يعني كوفر لك حتى سهولة في الإجراءات لا شيء صعيب وصراحة هذا النقطة أن الكتمية السوركية العموم كثير من طالبك اللي والجو سوركيا ما قدروا يخليها لأنه قوى أنه الكثير من الفرص التي تقدمها لهم لأنه من ناحية ديال من ناحية ديال الأول سؤال ثاني الذي يستطرقوا لدهان بعدما عرفنا تركيا وعلى هاتف تركيا كيأتي السؤال لأنه كيفات يمكن أن ندرسه في تركيا وما هم الطرق ديراتها في تركيا أولا يعني الطريقة رقم واحد اللي كيأتوا بهذه الطالبة هي أنك تجي عبر المنحة تركيا المنحة تركيا هي منحة مقدامة من طرف الدولة للأجانب وهي كتميز أنها من أحسن المنح يعني على المستوى العالمي المقدامة للطالب حيث أنها كتوفر للطالب الدراسة الجانية في أحسن الجامعة مسكن يعني لائق جدا وكتوفر لهم التغذية وكتوفر لهم كثرة من ذلك يعني واحدة منحة شهرية يعني مالية يعني توفره للطالب حيث يتم دراسته ويعيش حياته كطالب يعني بكل حرية و بكل راحة و حاجة أخرى طريقة ديال تقديم المنحة تركيا طريقة جدا سهلة حيث أنك يمكن يعني ممكن أنك تقدم المنحة عن طريق الأنترنت يعني في ساعات قليلة وهذا يعني صراحة يعني مكي 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 عقدش الأمور مكي خليش مكي تطرحش واحد الصعوبة للطالبة و واحد النصحل اللي بغلت أن أعطل الطالبة أنه في تقديم للكم المنحة تركيا بيش تعززوا الحضود للكم و بإنساء الله تأخذوا المنحة تركيا حاولوا سعطوهم جميع المعلومات للكم خصوصاً المعلومات من الجانب الإجتماعي مثلاً مخيامات اللي شاركتي فيها يعني دورات تكوينية شوهيد لحسة الليها أو ديبرومات اللغات يكاملون يعزز الحظة لكي تستطيع الدرسة في تركيا لأن تركيا كبلاد لا تريد طالب فقط تدرى مدرسة دركية كيف يقوله بالدريسة أريد طالب الذي نجحت على المستوى الاجتماعي لديه شخصية طالب علم هذا شيء صراحة كامل يساهم لكي تحصل العلمين على تركيا طريقة ثانية للدراسة في تركيا هي الدراسة في الجامعات الحكومية وكسرط للولوج للجامعات الحكومية يعني يجب على الطالب اجتياز واحد الامتحان اسمه توليوست هو يابانجلر أورانجلر سينافا امتحان طالب الأجنيب هذا الامتحان بخلاصة يعني هو يختبر قدرات الدهنية للطالب يعني هو مقسم ثلاث أجزاء و أجزئين الجزء الأول هو أسئلة متعلقة بالرياضيات دخل فيها رياضيات وهندسة والجزء الثاني هو يعني جزء متعلق بأسئلات الذكاء حيث يعني في الكثير من أسئلات الذكاء ومن المميزات دير هذا الامتحان أن هذا الامتحان يعني يتميز بضيق الوقت لهذا يعني الطالب اللي يجيبون نوقات متميزة في اليوص وما الطالبة يعني اللي كنقوله وكسر وكسر يعني باش تنجح في اليوص معدل اللي يخولك أنك تدرس في الجامعة التخصص اللي بغيتي في الجامعة اللي بغيتي خسك يعني تمرن له كسر وتمرن له يعني المدة طاويلة وتخدم الكثير من النماديد وتدرب على السرعة لأن السرعة هي حاسمة جداً وكما كنا عرفوا الجامعة الحكومية معظم ديرها كتوفر تدريسي يعني باللغة التركية نقدر نقوله واحد خمسة وسبعين في المئة دي الجامعة التركية يعني فيها الدرسة باللغة التركية تشيء لاش طالب اللي كي يجسازوا هذا الامتحان لو كيبغيوا تقرأوا في اللغة في جامعة الحكومية خسومي قرأوا واحد العام دي اللغة هاد يعني واحدة سنة حضارية كيدرسوا فيها واحد أربع مستوايات أو خمسة دي اللغة حسب يعني كينا بعض الجامعات كتلبوا خمسة المساويات وبعض الجامعات كتلبوا ربعات المساويات وصراحة الملكة تتخذ هذا عندك تقرأ هذا ربعات المساويات كي أعطاك المعهد اللي كي يدرسك كي أعطاك واحدة شهادة اسمها تومر هاد شهادة إلا ما كانش المعهد كي وفرها في غيبنا ما تقرأ في ذاك المعهد لأنه من اللي غادي تقرأ و تسالي ذاك الدبلوم ما ديش يقبلوه الجامعات الحكومية يعني قبل ما تدخل أنك تقرأ في ذاك المعهد ضرورة تتأكد أنه يعطي شهادة تومر هذي من ناحية ومن ناحية أخرى أنه اللي بغت نهضر على هذا المتحان أنه صراحة يعني كيختلف النقطة يعني النقطة اللي باش أنك تدخل الجامعات كتختلف من تخصص لي لآخر مثلا طيب على سبيل المثال ستجيب فوق 90 يعني 90 كأقل تخدير يعني كثير من الجامعات كثير من الجامعات كتلبوا 95 أو الفوق يعني 85 وبعض الجامعات كتلبوا نقطة كاملة اللي هي 100% بالنسبة لهندسات كثير من معظم الجامعات كتلبوا فوق 75-80 يعني فكاك ونت نازل فهمتي مثلا على سبيل المثال اقتصاد أو يعني العلاقات الدولية كتلبوا 440 في هذا المتحان بعدما هضرنا على الدراسة في الجامعات الحكومية هذا الوقت بسن نضرع لدراسة في الجامعات الخاصة صراحة حسن الجامعات الخاصة يعني كتعريف هي جامعات جامعات يعني توركية وكتوفر دراسة باللغة الإنجليزية هذا هو المميزة يعني اللي كتخلي الكثير من طالبكي والجامعات الخاصة كيخليوا الحكومية لأنها يعني كتوفر دراسة باللغة الإنجليزية وكتر من دكسي أن واحدة الحاجة اللي بغت نحيط تشوب هديلها أنه الجامعات الخاصة في توركيا يعني مشي كالفكرة سئدة أتنا في المغرب بأن الجامعات الخاصة icherت أقل القيمة يعني من الجامعات الحكومية بل بالأكث يعني موجد كثير من الجامعات الخاصة في توركيا اللي كت باللغة للعراف yelling علىiono من الجامعات 얼마나 لاكتش تت there هي جامعات التي تدرط الترتيب العالمي حيث بخلاصة القول أن الجامعة الخاصة في تركيا هي جد متميزة هي توفر تكوين جد متميز ومرافقها صراحة أنها جد متميزة فيها كل وسائل التكنولوجية المتقدمة وتوفر تكوين جد متميزة وكما تتجل في هذه الجامعات الخاصة أغلبية الطالبة تتجل عن طريق وكالات لأن الكثير من الوكالات التي توقف مع الطالب أن تصل إلى 50% أو 70% وبعد الأحيان تتخلص غير ذلك الجزء المتبقى مثلا كانت منحة فيها 70% تتخلص فقط 30% وصراحة اللي مهتم بعد المجال وكيفكر أنه يدرس في الجامعات الخاصة أغلبية الانستاغرام ديالي في الدسكريبشن وممكن ربطوا بوكالات التي تجعلوا الطالبه يعني التي تجعلوا الطالبه صراحة أن هذا التشجيل يكون في غالب الأحيان يكون مجاني أشكركم بزاف على التعتبع ديالكم وشكرا بزاف على مشاهدة ديالفيديو عنده بعض الاستفسارات والاشي حاجة غد نخلي الانستاغرام ديالي في الدسكريبشن يعني صراحة مرحبا بجميع التساؤل ديالكم ومسيرة موفقة والسلام عليكم اشتركوا في القناة